إلى جديد زلزال المغرب الذي حصد عدداً كبيراً من الضحايا طبعاً وما زالت الجهود تتظافر حتى اللحظة من أجل استجابة سريعة وناجحة أو ناجعة لصالح المنكوبين وفي آخر حصيلة لوزارة الداخلية المغربية ارتفع عدد ضحايا زلزال الحوز إلى 2946 وفات وإلى 5674 جريحاً في وقت أكدت فيه سلطات العمومية مواصلة عملية التكفل بالمصابين وإيواء المتضررين وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم فضلاً عن تأمين حركة السير في الطرق التي تضررت جراء الزلزال وفي تقدير أولي للخسائر المادية التي أحدثها الزلزال كشف بيان رسمي أن عدد المباني التي دمرت كلياً أو جزئياً في الأقاليم الخمسة المتضررة بلغ 50 ألف منزل السلطات فعلت أمس أو فعلت برنامجاً استعجالياً للتعامل مع هذه الخسائر يشمل تأمين مبادرات لإيواء الضحايا في عين المكان عبر بنية مقاومة ليلبرد وللاضطرابات الجوية وخصص البرنامج خصص مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم لكل من الأسر المنكوبة بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 140 ألف درهم لإعادة إعمار المساكن التي انهارت بشكل تام لكل أسرة أما أيتام الزلازل فادع العهل المغربي إلى إحصائهم والتكفل بهم بالإضافة إلى منحهم صفة مكفولي الأمة الذين تقدم لهم الدولة بموجب القانون تدريساً وتطبيباً مجانيين وأسبقية في الوظائف الحكومية إذن لمزيداً من التفاصيل نرحب بضيفنا مباشرةً من الرباط نرحب سيد حسن الحداد النائب البرلماني والوزير السابق أهلاً بك معنا في المشهد الليلة أولاً طالما أننا نتحدث ربما وفق المعلومات الواردة من الدوان الملكي عن برنامج استعجالي وسيبدأ سيتم البدء بتطبيقه ربماً بشكل مستعجل في الحال ربماً ما الذي يمكن أن نعرفه أكثر من الناحية العملية يعني كيف يطبق من ناحية القانون هذا النوع من البرامج هو البرنامج أنا أظن أنه سيكون على ربما ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي هذه التي نعيش وهي التي تثبيت الساكنة في مساكن مؤقتة ولكن مساكن لها من المقومات العيش خصوصاً في المناطق الباردة لمدة حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة البناء والمسألة الثانية هي البنية التحتية والبنية التحتية من طرق ومن قناطر وتثبيت الطرقات حتى لا تتأثر بالزلازل إلى غير ذلك وفك العزلة عن كثير من القرى وهذا مسألة ستتخذ شيئاً من الجهد الكبير ولكن بالموازنة مع ذلك التدخل على مستوى القرى وعلى مستوى المساكن من أجل إعادة الحياة لهذه القرى وهذه الأريات بالنسبة على المستوى القانوني سيكون هذا في إطار تم أولاً فتح اعتماد لدى بموجب قانون يعني مشروع من بموجب قانون على مستوى الحكومة وتم طرحه على لجنتي المالية في البرلمان من أجل فتح حساب للتبرعات في هذا الإطار وهذا تمت التبرعات وبدأت بكثير من المؤسسات وكثير من الأفراد إلى غير ذلك ولكن في القانون المالية المقبل سيتم كذلك التصويت على رزنامة من الأمور التي تهم هذه المناطق ولكن في انتظار ذلك للحكومة لإمكانية أنه وضع مسائل استعجالية ويتم عرضها على اللجنة المالية على أن يتم التصويت عليها أمام البرلمان في عجلة بعجلة كبيرة جدا سيتم كذلك أنه العمل على أن القانون المتعلق بالصفقات العمومية سيتم وضع استثناءات بالنسبة للقانون سواء فيما يخص الزمن فيما يخص أنه فتح للعموم سيتم ربما جمع مجموعة من المقاولات والعمل مع هذه المقاولات على أن تتكلف بأشطر معين على أن تتكلف بقرأ معينة إلى غير ذلك وستكون هذه الصفقات ليست صفقات في التنافس ولكن ستكون في إطار مجموعات من المقاولات في هذا الإطار ويتم تجاوز بعض العقبات القانونية المطروحة أمام تنفيذ هذا المشروع نعم الآن حتننظر في بعض البيانات وربما المواقف التي صدرت من المنظمات الإغاثية الدولية مؤخرا في ساعة الأخيرة وبما فيها الصليب الأحمر وما إلى ذلك التي تقول إنها في انتظار إشارة من المغرب حتى تستطيع تقديم الدعم والمساعدات يعني هل ربما عدم استجابة المغرب إلى الآن ولهذه المنظمات بالتحديد يعني لن تحدث فقط عن الدول هل في هذا الرسالة أن المغرب مثلا قادر بإمكانياته الخاصة أن ربما يدعم الناس ويغيثهم دون الحاجة إلى مساعدة خارجية هل هذا هو ربما أهل هذه هي الرسالة؟ أنا لا أظن هذه الرسالة المغرب له من الإمكانيات ما يمكن له أن يتولى هذه المسألة بإمكانياته المغرب له مستعد لمثل هذه المخاطر المغرب وضع منذ زيزال الحسيمة خطة متكاملة من أجل التدقل في حالة وقوع أي شيء له كذلك مخزون مهم جدا من المواد الغذائية كذلك أن المغاربة هبوا من كل حد من وصوبه وهناك موجود مخزون كبير جدا من الأغطية والمواد الغذائية الخيام كذلك موجود لدى الوقاية المدنية ولدى الجيش ولكن لا أظن أنه المغرب سيمكن أن يغطيها مئة في المئة كل حاجة أنا أظن أنه ربما على مستوى الخيام إذا كانت تقديرات بين 50 ألف منزل هذا يعني 50 ألف عائلة وإذا كانت 50 ألف عائلة كم من الخيام نحتاج لهذه العائلة 30 ألف أو 40 ألف 50 ألف إلى غير ذلك هذا متوفر ربما متوفر ولكن يجب أن يكون هناك احتياط فهذا يحتاج إلى الصليب الأحمر إلى منظمة الدولية لصليب الأحمر إلى الأحمر كذلك المسخنات المغرب يتوفر ومثلا على 30 ألف و 40 ألف مسخن ستكون مشتغلة في أعالي الجبال في فصل الشتاء البارد الذي تكون الحرارة دون السفر لأنه تلوج إلى غير ذلك فهذا ربما لا ولكن أنا أظن الانتظار موجود لأن المغرب هو الآن في إطار تقييم ما يحتاج بليه كم من الخيام يتم بنائه ماذا تحتاج هذه الخيام ماذا تحتاج إلى غير ذلك وأنا دكسي يكون الطلب مركزا بالنسبة للتعامل مع هذه الأمور أنا أظن أنه سيكون هناك رضا من المغرب نعم بالتالي في نفس السياق في نفس الإطار ماذا تعلق على ما قاله مارتين غريفث منسق الإغاثة في الأمم المتحدة الذي قال أن الأمم أن المنظمة تترقب سواء اليوم أو غدا لربما يصدر المغرب بيانا رسميا لتلقي المساعدة من الأمم المتحدة هل يمكن أن يحصل ذلك اليوم أو غدا بالفعل أنا أظن أنه سيحصل لا أدري بالنسبة للحكومة المغربية يعني ما هو متى سيكون ذلك ولكن أنا أظن أنه سيكون هناك تنصيق يقع ما بين الهلال الأحمر المغرب وما بين منظمة سريب الأحمر والهلال الأحمر الدولية فالتنصيقات موجودة وأظن الهلال الأحمر هو موجود في مناطق الزلازل وهناك تنصيق أممي في هذا الإطار ولكن أظن أنه الطلب الذي سيصدره المغرب رسميا ربما سيأتي في الأيام المقبلة ولكن المغرب لا يريد أن يطلب شيء لا يحتاج إليه لأن هناك حاجة كبيرة موجودة في كثير من الدول إذن سيطلب المسائل التي له الحاجة فيها ولكن كذلك المغرب له من الهوامش المالية وله كذلك من القدرة اللوجيستيكية على أن نتعامل مع هذه الأمور بنفسه ولكن أنا أظن في كذا أمور إنسانية يجب أن يكون هناك تعاون نعم سؤال أخير وباختصار لو سمحت سيد حداد يتعلق بنقطة كنت أشرت إليها في بداية حديثك وهو فك العزلة عن تلك المناطق التي ضربها الزلزال لأنه ربما يقال أن من بين المسائل التي كشفها الزلزال هو صعوبة الظروف التي يعيشها الناس هناك يعني هل هنا نتحدث عن خطة مغربية طويلة الأمد لإعادة تهيئة تلك المناطق من جميع النواحي هنا وليست فقط الإغاثة والإنقاذ صحيح أنا أظن أنه هذه فرصة يعني من أجل إعادة تأهيل هذه المناطق لأنه كانت تعاني من العزلة كان هناك عمل قامت بالحكومات المتعاقبة من أجل فك العزلة ولكن الآن مدام أنه هناك هذه التعبئة المسائل المجتمعية المستوياني الحكومة إلى غير ذلك يجب أن تثبيت الطرق الطريق الموجودة يجب أن تثبيتها يجب أن تثبيتها في كل عزلة عن كثير من القرى يجب أن تثبيتها بالتجهيزات الجماعية والتقافية إلى غير ذلك نشكرك جزيلا شكرا على مشاركتك معنا في هذا النقاش بكل هذه التوضيحات سيد الحسن حداد النائب البرلماني والوزير المغربي السابق ترجمة نانسي قنقر